اشتركوا في القناة شاهداء نريد أن نرحب بك وبك في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مع بعض وأريد فعلا أن نتعلم معا من خلال كلمة الله الذي هي موجودة طبعا في الكتاب المقدس عن ما هو مفهوم الله وما هو تعاليم الله حسب الإيمان المسيحي بمعنى آخر كيف يمكن للإنسان أن يعرف وكيف يمكن للإنسان أن يختبر وكذلك يجب أن يعرف كيف الإنسان يجب أن يعرف حقيقة التعليم الذي هو موجود في كلمة الله حول المسيح والمسيحية كلنا عشنا في وسط يختلف عشنا في بيئة تختلف كنا نعتقد أن الحياة المسيحية فقط لفئة خاصة من ناس لجماعة خاصة لبلد خاصة ولكن الله قال في كلمته أنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون المسيح جاء لكل العالم جاء لكل الناس لن يأتي لفئة خاصة لن يأتي لشعب خاص لم يأتي لمذهب خاص ولكن المسيح جاء لكل الناس لأن الكتاب يعلمنا أن محبة الله تجلت على الصليب لمن؟ لكل إنسان كيف أن الله أرانا المحبة انتعو حيث أنه يقول الكتاب بدل أي أعطى أي ضحى بابنه أو ابنه يسوع المسيح على الصليب لماذا الله ضحى بابنه يسوع المسيح على الصليب؟ لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون نقرأ مع بعض بعض الآيات في رسالة من رسائل الكتاب المقدس تدعى رسالة رومية وهي رسالة مجدف الإنجيل الذي يدعى العهد الجديد في هذه الرسالة يعلمنا الرسول بولوس كيف يمكن للإنسان أن يختبر وجود الله ويختبر خلاص ويختبر كذلك المسيح في حياته وفي هذه الآيات تذكرنا إرادة الله وغارده للإنسان يقول في هذه الآية في رسالة الرومية الإصحاح التاسع وابتداء من العدد أو الآية التاسعة عفوا الإصحاح العشر وابتداء من الآية التاسعة يقول في هذه الآية إنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص إن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزع لأنه لا فرق بين اليهود واليونان بين اليهود واليونان لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به لأن كل من يدعو بإسم الرب يخلص في هذه الآيات يعلمنا الكتاب أن لكي نصبح مؤمنين أو مؤمنات مسيحيين أو مسيحيات يجب أن نعترف نعترف بماذا؟ نعترف بأن يسوع المسيح مات على الصليب مات لماذا؟ مات من أجل خطية الإنسان لأن الله أراد أن يكفر أن يدفع عن خطية الإنسان بصلب وموت يسوع المسيح على الصليب فيجب الإنسان أنه يعترف بأن يسوع المسيح فعلا مات بدون اعتراف بأن المسيح مات على الصليب لا يمكن أن نصبح مسيحيين ولكن كذلك لما نعترف بأن المسيح مات على الصليب يقول كتاب هذه الآيات يجب أن نؤمن كذلك أنه قام وفعلا يسوع المسيح مات وقام في اليوم الثالث فهو انتصر على الموت فنعترف بأن يسوع المسيح مات وقام من بين الأمواد ولكن يجب كذلك أن نعترف بهذا ونؤمن في القلب نؤمن بأن فعلا يسوع المسيح هو الحق هو الطريق وهو الحياة فبدون إيمان بيسوع المسيح وبدون إيمان بأنه مات وقام لا يمكن أن نصبح مسيحيين ولكن يجب كذلك أن نعترف أمام الله ونقول إليه يا عرب أريد أن أعترف وأؤمن أن أتخلى على حياتي القديمة وأعيش حياة ترضي الله فالمسيح جاء يقول الكتاب لكي يخلص الخطط كل الذين أخطأوا يقول الكتاب أعوزهم مجد الله فالمسيح جاء لكي يخلص الخطط والمسيح جاء لكافة الناس ولكن في هذه الآية يقول كذلك الكتاب لأن الكتاب يقول كل ما نئم به لا يخزع الله يريد كل وحد فينا أن في يوم الحساب يوم الذي سوف نقابل الله ونعطي حساب على حياتنا أننا لن نخزع لا نخاف لأن يسوع المسيح دفع الثمن من أجلنا مات على الصليب وقام بالأموات ولذلك هو يقول كل من يؤمن به لا يخاف أي لا يخزع في يوم الحساب ولكن الإيمان لما نختبر الإيمان بيسوع المسيح يجب كذلك أن نختبر الإيمان بكل حق وكل يقين في هذه الرسالة كذلك في رسالة روميا نرى في الإصحاح الخامس وابتداء من العدد الأول والثاني أي الأية الأولى والثانية يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله يعني هذا أن الإنسان لما يريد أن يأتي ويختبر يسوع المسيح يجب أن يؤمن به ليس فقط كنبي أو كرسول ليس فقط هو كجزء من رسالة الله ولكن يجب أن يؤمن ويعترف بأنه هو فعلا خلاصة الله للإنسان وهو رسالة الله للإنسان ويقول الكتاب بأن بالمسيح يسوع الله قد أكمل كل خطة للإنسان فلهذا يريد الله أن نؤمن بأن يسوع المسيح قد مات أنه أقام ويجب أن نؤمن بأن فعلا عمل يسوع المسيح على الصليب هو كافي لا يمكن أن نحاول من خلال مجهودنا من خلال أعمالنا من خلال أشياء أخرى من خلال صومنا صرواتنا ممكن زكاتنا نقول إن عاملنا كذا وكذا 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 سوف نخلص ولكن رغم كل هذا الإنسان في عادة الإنسان له شك لكن المسيح قال إن أمنت إن اعترفت وآمنت بقلبك فتخلص ليس هناك أي شيء نعترف بيسوع المسيح الذي مات وقام كفر عنه فبهذه الإيمان وهذا الاعتراف باللسان والإيمان بالقلب يقول الكتاب أن هناك خلاص ليس هناك شك ولكن الله كذلك يريد من خلال هذه الكلمة أن يعطينا بركات إن الإنسان لما يؤمن بيسوع المسيح الله يعطيه بركات ما هي هذه البركات التي يعطينا الله في المسيح يسوع أول شيء الإنسان الذي يختبره إذا كان في غ lime يختبر السلام مع الله لأننا نحن كنا أعداء إلى الله من خلال أفعالنا من خلال من خلال تصرفاتنا من خلال أفكارنا من خلال أشياء كل نقوم بها كنا أعداء إلى الله لكن لما نؤمن يقول الكتب نتصالح مع الله ويصبح لنا سلام مع الله ما نصبح أعداء ولكن نصبح في سلام مع الله هذا أول شيء وهذا شيء مهم ولكن كذلك الله يعطينا فرح فعلا الله يعطي فرح للإنسان أو الإنسان الذي يختبر يسوع المسيح لأن يسوع قال الفرح الذي أعطيكم ليس كما يعطي العالم فالإنسان يختبر في حياة وفي قلبه أن هناك فرح هناك سلام هناك ثقة ولكن الله يريد كذلك أن نختبر هذه البركات لكن هناك شيء كذلك مهم يختبر الإنسان بعدما يؤمن بيسوع المسيح ويسلم له حياتك كل يختبر اليقين بالخلص أنا من حوالي تقريبا 24 سنة اختبرت اليقين بالخلص ليس لأي شك بأن عندي حياة أبدية عندي يقين أنني مخلص أن حياتي تكون في السماء مع الله للأبد إن يسوع المسيح قال أنا هو القيام والحياة من أمن بي ولو مات فسوف يحيا فالمؤمن لما الإنسان لما يختبر يسوع المسيح كما قلت أنه يختبر خلاص الإيمان لكن هناك شيء آخر مهم يختبره الإنسان نختبر وجود الله معنا في كل وقت وفي كل حين إن من أحد أسماء يسوع المسيح هو عمان إيل الذي تفسيره الله معنا فهو وعدنا وقال ها أنا معكم كل الأيام إلى إنقضاء الظهر فبإيماننا في يسوع المسيح نختبر وجود الله معنا نختبر حنانه نختبر عطفه نختبر تدخلاته في كل احتياج فالله يريد أن نختبر وجود الله معنا فهذه أحد بركته لكن هناك شيء كذلك مهم أننا نختبر قوة الله في حياتنا إننا نحن نعلم أن يسوع المسيح كذلك قال في كلمته سوف يكون لكم ضيق سوف يكون لكم ضيق في هذه العالم ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم الإنسان مهما كان يمر بضيق يمر بمشاكل يمر بعلاقات صعبة في حياته يمر بأشياء كثيرة في العمل في العائلة في زواجه أو في زواجها مع الأبناء في كل شيء في المستقبل والإنسان يحتاج إلى مخلص يحتاج إلى يقين يحتاج أن يختبر فرح يحتاج أن يختبر يقين ولكن كذلك الإنسان يحتاج وجود الله معه في كل وقت وفي كل حين إن المسيح قال سوف يكون لكم ضيق في هذه العالم ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم فإذا اختبرت المسيح في حياتك أو اختبرت المسيح في حياتك بعدما اعترفتي واعترفت أن المسيح مات وقم بالأموال وهو كفر عنك وعنك ودفع التامن عليك وعليك على الخطايا اللي قمت بها واللي قمت بها خلال الحياة فتيقا بأن هذا اليوم هو يوم خلاص الله يريد أن ترجع إليه يريد أن ترجع إليه يريد أن تقبله في حياتك كمخل الشخصي لهو قال أنا واقف على الباب وأقرع إذا فتحت الباب هو يدخل إليك إذا تحب الآن أن تسلم حياتك قل له يا رب أنا أريد أريد أن أسلم حياتي إليك أعترف بأنني خاطئ وخاطئة أريد أن أعترف بأنك مرت على الصليب من أجلي أريد أن أعترف بأنك قمت من بين الأموال وأنت حي في السماء تعال إلى قلبي إذا كانت هذه صلاتك من كل قلبك وإذا كانت فعلا صلاة عن يقين وعن اختبار تأكد وتأكدي أن الله يدخل قلبك نشكرك ونشكرك على هذه الفرصة الذي تقبلنا فيها مرة أخرى وأريد أن أستودعك وأستودعك في سلام الله وحفظه فليباركك الله ويحفظك أمين اشتركوا في القناة